وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من وله طيب نستقبل المكالمة الأولى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيخ؟ بخير حالة الحمد لله معك أبو عبد الرحمن من المغرب أهلا وسهلا ومرحبا أسأل العلي القدير أن يجازيكم خيرا على كل ما تقدمونه لهذا الدين أسأله تعالى أن يدع له في زين حسنتكم يا رب أود فقط أن أستشيركم في قضية تخصني فقد قمت بالاستخارة والآن أقوم بالاستخارة فهل لي بذلك؟ أتفضل يعني أنا شاب مقبل على الزواز إن شاء ربي فوقع احتياري على فتاة متزينة كذلك أحسبها ولا أزكي على الله أحدا لكن المشكلة بين قوسين هو أن هذه الفتاة تدرس الطب في الجامعة وتقول أنها تريد تخصص في طب النساء لفتعورات ومسلمات ومستقبلات إن شاء الله لكن كما تعلمون فللوصول لهذا الممتغى لا بد من بعض العراقل والصعوبات كمثلا أنهم يضطرون إلى الكشف على الرجال خصوصا في مرحلة التدريب أو للحضور لمعينة العملية مع طباء ذكر أحيان فما العمل؟ يعني خصوصا أننا في بلد ينعدم فيه البديل كليا فهل أتزوجها وأتركها تكمل دراستها أم ماذا؟ يعتبرني كأني ابنك الصغير وحب ذا لو كان جوابك على وزن افعل كذا وكذا فعليه سوف أتخذ قراري ولا تنسون أننا نحبكم في الله ولا تنسون من فانح دعائكم يا رب وجزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا وشكر الله لك على هذه اللغة الجميلة البديعة وعلى هذا الأدب العالي والفهم الراقي وسأجيبك الليلة بإذن الله تعالى حتى ولو لم أجب الليلة إلا على هذا السؤال فحسب نستقبل مكلمة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شطل يا أخد لو سمحت يا مولانا أولا بشارك الله بالقبول وجمعك مع رسول في أل الجنين آمين آمين كنت عادة أسأل حضرتك على دواء ساية الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحت العادة أسألها وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت إيه العهد وإيه الوعد والحاجة الثانية عادة أشكر حضرتك على كل ما تقدمه لأننا نفسنا بتربى مع أولادنا يعني الله يسترك فيريد حضرتك يعني يعني تدعينا وربنا يرزقنا السبات ويرزقنا بسجة القلب إن شاء الله آمين جزاكم الله وخير ربنا يبرك فيك ويسترك في الدنيا والآخرة الحقيقة أنا حين أتابع قناة الرحمة بفضل الله عز وجل أحيانا أبكي أحيانا كثيرة لمجرد قراءتي للرسائل التي أرسلها إخواني وأخواتي من أنحاء الأرض ووالله أشهد الله وسأسأل عن هذا القسم أنني أجلس أحيانا بنية أن أدعو الله عز وجل لكل من يرسل رسالة يطلب فيها الدعاء والله أجلس أحيانا كثيرة بهذه النية فأنا أدعو الله عز وجل لكل إخواننا وأخواتنا ممن يدعمون القناة ممن يدعمون القناة بهذه الرسالة يدعمونها دعما معنويا حقيقة وماديا يعني لا تتصوروا إخواني يعني تأثير هذه الرسالة على كل فريق العمل في قناة الرحمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكيكم وأن يبارككم وأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين ثم عن قناتكم مباركة خير الجزاء نستقبل اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيء محمد حسنا أهلا وسهلا أنا مبسوط أن أبكلمك أنا بحث من الأردن أهلا وسهلا الله يثبتنا وإياك على الحق والهدى الله يبرك فيك أسأل الله أن يثبتها على الحق وأن يختم لنا ولها بخاتمة الإيمان يزاكي الله خيرا الله يبرك فيك وشكر الله لك على اتصالك من الأردن ونحن نحب أهل الأردن في الله ونسأل الله أن يجمع نبيهم على القير نستقبل إتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته أتفضلي يا أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أسمعك تفضلي أيوة يا شيخ محمد نعم أنا بشتكيلك من إخوتي نعم ممكن أخويك كبير يعني يعرف بنات وأخي الأصغر مني برضو بيتكلم مع بنات ويعرف بنات وأنا كلمتهم كتير وقلت لهم وقلت لهم كما تدين تدين وقلت لهم أنا نفسي ربنا يجمعني أنا وانتوا في الجنة ما شاء الله جميل طيب حاضر والله يا دكتور محمد يعني أنا نفسي ربنا يثبتهم يعني والله العظيم بجد 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 يعني أنا نفسي ربنا يهديهم يعني مش عارفة طيب حاضر كالتون كتير وكذا ما فيش فايدة يا دكتور محمد إدالهم بالهدى سأجيبك إن شاء الله أسأل الله أن يهديهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يهدي أولادنا جميعا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلة وأن يصطر نساءنا وأن يحفظ بناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ محمد الحمد لله أهلا وسهلا اشهد الله أني أحبك بالله شيخ محمد والله أحبك الذي أحببتني فيه ادعينا بالدعاء ربنا أشفينا شيخ محمد أسأل الله أن يشفيك وأن يطرد عن بذنك كل داء وأن ينزل عليك كل شفاء ودواء أنت وجميع مرضى المسلمين آمين ربنا ثبتنا يا شيخ محمد الله يبركيك اللهم ثبتنا وإياك على الحق ماشا شيخ محمد شكرا الله لك وزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم طيب هل تسمح لي أن أجيب في هذه الدقائق المتبقية على سؤال أخينا الحبيب وابننا الغالي الذي اتصل من بلاد المغرب أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المغرب وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ابن الغالي أنصحك نصيحة مباشرة وأقول لك توكل على الله وأقبل على هذه الفتاة المتدينة صاحبة الهمة العالية وأعنها على إكمال دراستها لتتخصص بإذن الله تعالى في تطبيب نسائنا لا سيما ونحن ورب الكعبة في أمس الحاجة الآن إلى طبيبة مسلمة تسطر نساءنا وبناتنا ولو راعيت المصالح والمفاسد نعم قد تقع بعض المفاسد في هذا الطريق الطويل وفي هذا المشوار الصعب لكن المصلحة التي تترتب على هذا بإذن الله تعالى أكبر وأكبر بكثير وأقول لها فاتق الله ما استطعت فاتق الله ما استطعت واجتهدي اجتهدي قدر المستطاع أن تمتثل أمر الله عز وجل وأن تجتني بنهي الله تعالى وأن تقف عند حدوده وإن كان عدم حضورك في بعض السكاش أو في بعض المحاضرات لا يؤثر على تفوقك ولا على دراستك فلا حرج عليك إن لم تحضري المهم اتق الله ما استطعتي وأنت أخي الكريم اتق الله ما استطعت ولا تتخلى عنها لدينها وهمتها وأعنها على ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكما على خير وأن يعينها على تحقيق ما تبتغيه وما تريده وما ترجوه إنه ولي ذلك والقادر عليه استقبل اتصالا آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مساء نتفضل أيها فضلت الشيخ محمد يا مرحبا أتفضل أسمعك إزاي حضرتك عامل إيه الحمد لله بخير حال إزاي حضرتك عامل إيه ربنا يبارك فيكم أنا عندي شكوى والله مولانا بخصوص ابن الكبير نعم أعوذ بالله أعوذ بالله هل ده وبعدين أنا طبعا من الأخطاء بتاعته الكتير في المتواصلة بعدين أنا نصحته كتير مرات ومرات ومرات آخر ما زهت منه ضربته خبطته خشب على دماء وعورته نعم وضربته وضربته مراته بالألم على الشهن من الألفاظ الجرحة اللي بتقولها للستة الكبيرة نعم هل أنا علي زنبا وعلي وزن يا مولانا طيب حاضر حاضر شكرا الله يبارك فيك أسأل الله أن يفرج هذا الكرب وأن يزيل هذا الهم والغم طيب نستقبل مكالمة أخرى وأجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو صمحت يا شيخ سلام عليكم اتفضل اتفضل يا شيخ لو صمحت أنا عزة رقم تلفون أيضا كلم معي كلمني على نفس الرقم بعد الحلقة نفس الرقم بعد الحلقة كلمني مباشرة طيب نستقبل مكالمة أخرى طيب اسمحوا لي الأخت تسأل عن دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شيء إلى آخره تسأل عن العهد بعض أهل العلم قال بأن المراد بالعهد هنا هو العهد الأول الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على الإنسان قبل أن يكون في عالم الوجود وهو في عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المطلون ومن أهل علم من قال المراد بالعهد هنا هو الإسلام والدين فأنت تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو العهد والوعد الذي يجب أن يعاهد المسلم ربه عليه أن يكون عليه والذي يجب أن تعاهد المسلمة ربها عليه أن تكون عليه وأنا على عهدك ووعدك أي أنا على دينك الذي آمنت به وأنا في غاية الثقة بوعدك الذي وعدتني به أنا على عهدك أي على دينك الذي أمرتني به وأنا في غاية الثقة واليقين بوعدك الذي وعدتني به في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا على عهده ووعده الأخت الفاضلة تشكو من إخوانها وأنهم على المعاصي اتصلون بالبنات واتصلون بالنساء وهي تريد لهم الهداية وتريد أن يكونوا معها في جنات النعيم وهذه همة كبيرة وهمة عليها أسأل الله عز وجل أن يسطرها وأن يثبتها على الحق وأن يرد إخوانها وأولادنا جميعا إلى الحق ردا جميلا وأنصحوا لإخواني وأولادي جميعا الذين ينسون أن الله عز وجل يسمع ويرى الذين ينسون أو يتناسون أن الله يسمعهم ويراهم وأنه لو خل أحدهم بالهاتف المحمول أو بالشيطان المحمول ليتصل بالبنت الفلانية أو بالمرأة الفلانية يتناسى أن الله جل وعلا يسمعه وأن الله جل وعلا يراه وأنه لو نجح في أن يسقط هذه الفتاة في الرذيلة أو هذه المرأة في وحل المعصية ينسى هذا المسكين أن الله جل وعلا قادر على أن يفضحه في بيته وفي جوف رحله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته وفي لفظ يفضحه في جوف رحله يا هاتك انحرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم من يزن في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم إن الزنادين إذا استقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم وكما تدين تدان فعد إلى الله وتب إلى الله عد إلى الله وتب إلى الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وداومي أخت الفاضلة على النصح ولا تملي ولا تغفلي عن الدعاء لهم وأسأل الله أن يرد أولادنا إلى الحق ردا جميلا أما السؤال الأخير الذي آلمني أشهد الله ألما شديدا والد يشكو ولده والد يشكو ولده كما ذكرت ابن يضرب أباه ابن يضرب أمه ابن يفضل زوجته على أمه أو يكرم زوجته على حساب أمه إن كان ذلك كذلك فهذا ابن خسران في الدنيا والآخرة ومخذول في الدنيا والآخرة وليعلم أن غضب والده عليه من غضب الله عليه وأن غضب أمه عليه من غضب الله عليه والله لن تفلح والله لن تفلح أيها الإبن العاق أبدا والله لن تنجو أيها الإبن العاق وأيتها البنت العاقة فرضى الرب في رضى الوالدين وصخط الرب جل وعلا في صخط الوالدين وأعلم بأن العقوق دين انتبه والله الذي لا إله غيره ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة نعم سيقيد الله عز وجل لك من أولادك من يعقك ومن يهينك ومن يضربك والله رجل في مكان ما وفصط الامة من ناس يعني زحام شديد ورجل عمل يبكي والناس مسكين شاب وعاوزين يضربوه ويفتكوا بيه والراجل عمله لا 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 سيبوه اتركوه وبيعيط بيبكي ايه هذا الولد ابنه ضرب والده بالألم ضرب صفعه على وجهه صفعه على وجه يعني ضربوا بالألم فالناس لما علموا أنه ابن هذا الرجل أرادوا أن يفتكوا بيه وأن يضربوه وأن يهلكوه فالأب يقول لا 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 سيبوه سيبوه دادين أنا بسدده والله يا جماعة في نفس الميدان ده يعني في نفس المكان ده الراجل بيقولهم أبوه والله يا جماعة في نفس المكان ده ضربت أبويا بالألم من واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة لازم يتردلك الألم ضربت أمك والله هتضرب وهتهان ضربت والدك والله هتضرب وهتهان فخل بالك إذا دعت قدرتك على ظلم والديك يا ظالم على ظلم والديك أقرب الناس إليك فتذكر قدرة الملك عليك تذكر قدرة الملك عليك وسيسلط الله عليك أراذل القول بل وولدا من أولادك ليهينك ليعقك في الدنيا قبل الآخرة الولد بيقر أباه من البيت عشان يطرده بره البيت عشان خاطر عيون الست هانم فبيقر بيشد أبوه وبيطرده مش راضي فبيقره من رجليه والحد بره الباب طالع يقره على السلم أبوه قال له لا 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 بس يا ابن بس الحد الباب والله ما جرت أبويا إلا الحد الباب هتتجر برضو خلي بالك خلي بالك والوالد اللي ضرب ولده عشان به يضرب أمه ده يؤطم رأبته يؤطم رأبته ويكسر دماغه لأنه ابن ما عندهش أدب وما عندهش خلق وما عندهش دين وهذا في شرع رب العالمين نعم هذا يضرب هذا يضرب إن لم يكن مهذبا مؤدبا هذا رجل عاق ولا حول ولا قوة إلا بالله لا بد أن يؤدب نعم لولي الأمر أو من ينوب عنه أن يؤدبه تعزيرا بالقدر الذي يكفيه ويهذبه وبالقدر الذي ياتي به بالحق لوالده أو لوالدته نصيحة لكل ابن ونصيحة لكل بنت عاوز تسعد في الدنيا والأخرة بر والديك بس رجل أبيك قبر رجل أبيك قبر رجل أمك هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والفوز وخل بالك قرن الله بر الوالدين والإحسان إلى الولدين بالتوحيد وقرن الله العقوق بالشرك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانة بعد التوحيد وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانة تبو الشرك كان صلى الله عليه وسلم متكئا بين أصحابه ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين حديثه الصحيحين من حديث أبي بكرة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ولزال يكررها حتى قلنا ليته سكت أرجو الله أن يكون هذا الابن بيسمعني الآن وغيره كثير وغيره كثير إن أردت النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة فعود الليلة واسترضي والديك وما تطلعش من البيت إلا وبك رضي عنك إلا أمك رضي عنك أوعه والله العظيم ستخسر الدنيا والآخرة أسأل الله جل وعلا أن يرد أولادنا إلى الحق ردا جميلة وأن لا يحرمنا بر والدين وأن لا يحرمنا رضا والدين إنه ولي ذلك والقدر عليه وأسأل الله لكل من مات من آبائنا وأمهاتنا أن يتغمده برحمته وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يزيد في إحسانه وأسأل الله لكل من كان من والدين حيا معنا في دنيانا أن يبارك عمره وأن يزكيه وأن يختم لنا ولهم جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر